التضحية والإثار هما أبلغ ما يجسده رجال الإدارة العامة للإطفاء خلال عملهم المتفاني في شتى الظروف لحماية الأرواح والممتلكات في البلاد إلى جانب زملائهم في باقي أجهزة الدولة وبرجال لا يتأخرون عن نداء الواجب وبإمكانات فنية وتقنية عالية جدا تسعى دائما الإدارة العامة للإطفاء بكامل رجالها وعتادها دوما إلى تسخير كافة جهودها ووضعها تحت تصرف أجهزة ووزارات الدولة وخاصة وزارة الصحة التي تدير الآن بشكل كامل هذه الخطة لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا في الستيديو النقيب رضا السلمان مسؤول شبكات التواصل الاجتماعي في الإدارة العامة للإطفاء أول شيء نحب أن نصبح عليكم بالخير نقيب رضا وقلنا شنو استعداداتكم في ظل هذه الأزمة وخاصة أنها أزمة نوعا ما استثنائية وجديدة على السحة الكويتية نعم صبح شاء الله بالنور اختي مريم صبح بالخير على جميع أستاذ المشاهدين وبالتأكيد يعني الإدارة العامة للإطفاء يعني دورها أيضا نفس دور باقي الجهات الحكومية اللي قاعدة تعمل اليوم في هذه الأزمة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والله الحمد يعني الإدارة العامة للإطفاء من الجهات اللي دائما لها خطط والسراتيجيات وخطط بديلة تعمل فيها وهذه الخطط لله الحمد يعني اليوم ساعدتنا كثيرا في دارة الأزمة الحالية وأيضا تقديم الدعم والعون للجهات اللي تحتاج الدعم مثل وزارة الصحة العامة يعني جميع الإمكانات المادية والبشريها تحت صرف وزارة الصحة العامة طبعا هذا طبعا حسب توجيهات سيدي مدير عام الإدارة العامة للإطفاء سعد الفريق خالد راكال مكرادي اللي أكد أكثر من مرة اليوم دعم وزارة الصحة وأيضا مساعدتهم لتخطي طبعا هذه المحنة الحمد لله رب العالمين يمكن إحنا قاعدين نشوف أيضا أخواننا المواطنين والمقيمين يعني ملتزمين في ساعات حظر التجول وأيضا قاعدين نتبعون التعليمات الهدف طبعا أن نحن نتخطى هذه الأزمة باتباعنا للإرشادات اللي قاعدة تقدم السلطات الصحية الإدارة العامة للإطفاء بالتأكيد منذ الوهلة الأولى وإكتشاف الحالة الأولى أنها كانت مصابة في دولة الكويت على طول طبعا عقد اجتماع طارق الاجتماع هذا كان براسة سيدي مدير عام الإدارة العامة للإطفاء وضم جميع القيادات لطبعا وضع الخطط والإستراتيجيات اللي رح نتبعها في هذه المرحلة تدري أن أنت الإدارة العامة للإطفاء أيضا تحتوي على مراكز مراكز إطفاء وهي أيضا تتجه وتتعامل مع مختلف الحوادث بدءا طبعا هنا بدأنا عن طريق مراقبة السلام الصحة المهنية أعطاء رجال الإطفاء الإرشادات الوقائية اللي طبعا تقيهم من التعرض إلا لا سمح الله هذا الفيروس لأن تعرف رجل الإطفاء أول شيء عليه مهمة نعم يوميا يتعرض للاختلاط من خلال طبعا نتعامل مع الحوادث هنا أعطيناهم أيضا بعض البدل الخاصة للوقاية طبعا هذه طبعا البدلة تستخدم مرة واحدة وهي بدلة تايب سي بالإضافة لأن أيضا لبس رجل الإطفاء والله الحمد يعني هذا أيضا هو عازل من الفيروسات نعم هذه طبعا خطة سير المراكز عندنا أيضا بالإضافة إلى أنه أيضا وضعنا خطط هل هناك عفوا على المقاطعة هل هناك أيضا فحوص تجرونها دورية على منتسبين من الإدارة العامة للإطفاء للتأكد أيضا من عدم إصابتهم نعم بالفعل طبعا تم توزيع جميع الأجهزة الخاصة بغياس الحرارة هذه طبعا الآن موجودة في جميع مراكز الكويت بالإضافة للإدارات المعنية المساندة طبعا لقطاع المكافحة هنا طبعا أيضا في عندنا إجراءات بديلة وهذه الإجراءات يعني لا ربما إحنا طبعا وضعنا جميع الاحتمالات لربما أو سبحان الله يصير عندنا حالة مثلا تكتشف في أحد مراكز الأطفاء سيتم عزلها وتعامل معاها حسب طبعا إشراطات السلطات الصحية وإجراءاتهم هذا الحمد لله يعني وضع وتم يعني فعلا تطبيق على أرض الواقع في جميع مراكز الأطفاء الفحص طبعا بالتأكيد أيضا هناك أيضا صدرة أوامر بعدم طبعا اليوم يعني استقبال أي شخص من خارج مراكز الأطفاء ويدخل داخل مراكز الأطفاء كإجراء احترازي ووقائي يعني أنت عارف اليوم هذا الفيروس ينتقل بالمخالطة فإحنا اليوم أخذنا جميع الإجراءات الوقائية لأن مراكز الأطفاء هي اليوم أصب الإدارة عامل الأطفاء هي اليوم قاعدة تقدم الحماية اللازمة للأرواح المتلكات في حالة طبعا يعني حدوث حوادث لهم أو وقوع الحوادث فهذه الإجراءات التي اتخذناها في هذه المرحلة ولله الحمد حسب هذه الخطة الخطة ناجحة وجميع المراكز أهبت الاستعداد على مدار الساعة وقاعدة تعامل مع جميع البلاغات خلال هذه الأزمة أيضا تم أطلاق حملة إذا كنت تحب الكويت قاعد في البيت من خلال قاعدة المواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة في منازلهم هل هناك حالات أكثر سجلتها من بلاغات الإدارة العامل الأطفاء؟ لله الحمد حسب اليوم حصائية إدارة العمليات المركزية الحوادث لله الحمد في اليوم انخفاض هذا الشيء قاعد يلاحظ من خلال طبعا غرف العمليات عندنا ممكن عندنا في بعض حوادث الحرائق شوية ارتفعت عن معدلها فنحن نتكلم اليوم عن نسبة وتناسب بقاء الناس في المنازل هنا أيضا الشراطات الوقائية المفروضة لأن تطبق عندهم في المنازل هذا نتمنى شوية هنا من أولياء الأمور أنهم يحرصون عليها خصوصا في هذه الفترة بقاء الأسرة بكاملها في المنزل واستخدام الأجهزة الكربائية هذا أيضا قد يتسبب في حرائق ووقوع حرائق عندنا هنا يمكن أيضا أمر مهم يمكن اليوم استخدام الناس قاعدة تستخدم المعاقمات وتستخدمها باستمرار هذه المعاقمات هي طبعا صحيح أنها تقوم بالتعقيم وغيرها للغاية طبعا من الفايروس لكن في أمر آخر طبعا بعض ربات المنازل يضعون هذا الجل أو المعاقم على اليد ويذهبون مباشرة إلى الطباخ أو الشولة فهنا صارت عندنا حالتين حريق باليد ولكن الحمد لله كان حريق بسيط بسبب أن المادة كانت قابلة للإشتعال نعم هذه المادة قابلة للإشتعال لأن فيها طبعا مادة الكحول فهنا نتمنى من يستخدم هذا الجل المعاقم أن يتركه حتى ينشف ولا يذهب إلى أي مصدر قابل للإشتعال خصوصا الأخوان المدخنين يعني قد هو يضع هذا المعاقم على يده ومن ثم يقوم بإشعال السجارة وهنا طبعا ممكن يتعرض إلى حادث حريق فحبينا نوه أيضا على هذه النقطة إضافة إلى يمكن أيضا اليوم بقاء الأحداث والأطفال بالذات في المنازل هذا أيضا يمكن قاعد يزيد شوية من حوادث يعني بعض الحوادث الخاصة فيهم مثل قفل الأبواب العبث في بعض الأجهزة يعني يوم أمس كان في هناك حادث أحد الأطفال قامت بالعبث في الغسالة ومن ثم حشرت داخل الغسالة والحمد لله تجهت عندنا فرقة الأطفال وقامت بإغراجها بدون تعرضها لأي أصابات الحمد لله فاليوم هذه الحوادث أو هذه الإجراءات المفروضة أن تطبق عندنا بالمنزل أولياء الأمور المفروض أيضا يكثفون رقابتهم شوية على أبنائهم لتفاديا لبعض الحوادث التي قاعدت تصير بسبب طبعا اليوم الأجهزة وغيرها من أمور موجودة عندنا بالمنزل في بعض الأدوات الخطرة أيضا نعم ماذا عن الخطط التنفيذية بخصوص صهاريج المياه التي طبعا تم البدء في العمل فيها لتعقيم وتطهير الشوارع نعم طبعا صهاريج المياه أنت عارف الإدارة العامة للأطفاء تمتلك عدد واسع وكبير من صهاريج المياه فكان فيه هناك التوجه هذا صناعة التناكر هذه أو الصهاريج محليا عندنا في ورشة الإدارة العامة للأطفاء تم وضع عليها أجهزة للرش وفعلا عدد طبعا من هذا الصهاريج جهزت لله الحمد وفعلا تم استخدامها في مطار الكويت الدولي لرش الساحات بعد حضور القادمين إلى دولة الكويت وهذا الإجراء أيضا طبق عندنا وهذه الخدمة أيضا كذلك وضعناها متاحة تحت صرف وزارة الصحة العامة في حال احتاجت أنها تطهر الطرق أو الساحات العامة لأن هذه الصهاريج تم تجهيزها بأيدي فنية كويتية نحن نشوفها ورانا بعد على الشاشة نعم مثل ما قاعدين نحن نشوف هذا طبعا في مطار الكويت الدولي تم تطبيقها فعليا على أرض الواقع والله الحمد قامت بهذه المهمة تطهر الساحات اللي موجودة هناك من خلال استخدام طبعا مواد خاصة في التعقيم وغيرها من أمور قاعدة تستخدم لتطهير الساحات في مطار الكويت الدولي طبعا أنا خلال هذه الأزمة من المتابعين لجميع حسابات الجهات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا الإدارة العامة للإطفاء إحدى هذه الجهات قريت تقريبا قبل شمساعة أن لكم تعاون جديد مع وزارة الصحة تكلمنا أكثر عنها بخصوص الصيدليات نعم مثل ما ذكرت لي كانت طبعا حسب توجهات سيدي ساعدة مدير العامة للإدارة العامة للإطفاء وأيضا بتوجيهات مباشرة من سيدين معالي نائب رئيس ملسل وزراء وزير الداخلية وزير الدولة شؤون ملسل وزراء نصغاد الصالح قامت الإدارة العامة للإطفاء بتقديم خدمة توزيع الأدوية على المرضى اللي هم طبعا أصحاب الأمراض المزمنة حيث عقد الاجتماع الاجتماع هذا طبعا مع كبار المسؤولين في وزارة الصحة العامة أنت عارفة الآن وزارة الصحة العامة يعني جزاهم الله خير قاعدين هم الآن في الصفوفة العمامية الأزمة هذه قاعدين تعملون معها بحرفية تامة فالجهود الملقاة لأعتقهم كبيرة جدا نحن اليوم دورنا كرجال الأطفاء أيضا عندنا أنت عارفة الكثير من الضباط والضباط الصف الإداريين الآن هم يعتبرون في عطلة ودائما رجال الأطفاء تجدينهم سباقين لتقديم أي مساعدة يحتاجها والطن الغالي لكويت أيضا هذا الموضوع الحمد لله شاركنا بمبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بأخذ مسؤولية توزيع الأدوية من الصديليات المركزية البارغ عددها سبع صديليات مركزية وتوزيع هذه الأدوية لجميع مناطق دولة الكويت عن طريق ضباطنا وضباط الصف اللي سيكونون إن شاء الله يقومون بهذا المهمة من اليوم إن شاء الله ستبدأ طبعا وفق الآلية اللي وضعتها وزارة الصحة العامة ووضعت آلية أرقام هواتف الصديليات بإمكان المواطن أن يتصل على هذا الهاتف أو يبعث رسالة من خلال خدمة الواتساب ويقوم بإرسال رقم الملف ورقم المدني بالإضافة إلى الأدوية اللي محتاجها من خلال الوصفة الشهرية اللي يتم منح لهم يعني طبعا عندنا ضباط الإدارة العمل للإطفاء وضباط الصف سيقومون بالذهاب للصديلي المركزية وأخذ أيضا موظف من وزارة الصحة العامة ويقومون بإيصال هذه الأدوية إلى منزل المواطن أو المقيم طبعا هنا الأدوية بالإضافة إلى أن الموظف الخاص في وزارة الصحة مع نموذج المريض يقوم بالتوقيع على هذا النموذج وأيضا إعطاء بعض الإرشادات الخاصة في هذه الأدوية طبعا ستصرف الأدوية حسب ما أبلغونا الإخوان في وزارة الصحة لمدة شهرين وهذا طبعا الإجراء الهدف من عدم الذهاب للمستشفيات البقاء في المنازل لأننا هذه الفترة بحاجة إلى البقاء فعلا للمنازل ما نطلع منها تطبيقا طبعا لتعليمات السلطات الصحية في البلاد أيضا خلال هذه الفترة أو آخر تصريحات وزير الصحة وأيضا وزير الداخلية أن من الممكن أن يتم الاستعانة برجال الإطفاء وأيضا رجال الحرس الوطني لإدارة الحضر التجول فتقدر تقول لنا شنو ممكن أن يكون دوركم خلال هذه الفترة نعم أنت عارفة دور أو عمل رجل الأطفاء دور إنساني ودور أمني في هذه الأزمة والله الحمد يعني رجل الأطفاء وتحديدا جميع منتسبية الإدارة العام للأطفاء نحن تحت تصرف الحكومة الرشيدة في أي عمل تطلب مننا وطبعا دائما توجهات سيدي مدير عام الإدارة العام للأطفاء أن نكون مستعدين لجميع الاحتمالات متى ما طلبنا أي عمل نحن طبعا على استعداد تام لتقديمه وتنفيذه ودولة الحبيب الكويت تستاهل رجال الأطفاء اليوم هم أبناء هذا الوطن أنا مثل ما قلت لك الآن المبادرة للتوصيل هذه الأدوية هي طبعا تطوع من رجال الأطفاء وعندنا الأمانة الكثيرين حتى أنا ودي أذكر إخواننا في مراكز الأطفاء أنت عارفوا أهم عملهم يوم بيومين هاليومين هذائل أيضا هم حابين أنهم يطوعون لاحظي مدى اليوم إقبال رجال الأطفاء على هذه الخطوة وأيضا أنا تلقيت اتصالات أيضا من باقي الرجال الأطفاء يقولون أننا مستعدين أيضا أن الروح الجمعيات إذا كانوا المواطنين أو المقيمين بحاجة إلى الذهاب للجمعيات نحن مستعدين وصل لهم ففي مبادرات كثيرة ولكن أنت عارف هذا الآن الوضع بحاجة إلى أكثر تنظيم أكثر اتباعا للإرشادات الصحية لأننا الوضع الآن ولله الحمد حسب الإجراءات لوضعتها السلطات الصحية لله الحمد إجراءات متقدمة جدا والتعامل قاعد يتم معاها بحرفية آلية نعم مقبلين على فترة الصيف ورح تبدأ خلال الفترة القادمة درجات الحرارة ترتفع نوعا ما والمعروف أن دور رجال الأطفاء خلال فترات الصيف نوعا ما البلاغات تزيد صح فشلون رح تقدرون توازنون إن شاء الله بين عملكم لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأيضا بلاغات الصيف لله الحمد نحن مستعدين في جميع الأوقات هل هناك خطة؟ نعم نعم نحن دائما نضع الخطط المسبقة لجميع الاحتمالات هناك طبعا خطة عندنا للمواسم والخطة هذه نعمل فيها طبعا حسب الإجراءات المتبعة في هذه الخطة والخطة وزعت على القطاعات المعنية مثل عندنا الآن أهم قطاعين هم قطاع المكافحة وقطاع الوقائي قطاع الوقائي قاعد يقوم بدوره بالتفتيش على الأماكن العامة ووضع الشراطات التي تتناسب معها يمكن أنا ما ذكرت لكم أيضا أن المحاجر ويعني جميع الخيام التي وضعت الآن في مطار الكويت الدولي أيضا تم فحصها من قبل الإدار العام للأطفاء وتطبيق الشراطات الوقائية فيها بالإضافة إلى المراكز وهناك أيضا عندنا نقاط للأطفاء الآن متواجدة في مطار الكويت الدولي طبعا تأهبا واستعدادا لأطار الله سمح الله قطتنا طبعا لفصل الصيف واستعداداتنا للآن تلقي البلاغات للحمد هذه موجودة وإحنا عارفين كل سنة نفس الطريقة إحنا ما هي شيء جديد علينا وإنما طبعا هناك بعض التغييرات التي تقع مثل الآن أزمة فيروس كورونا المستجد والتي الآن قاعدة تتعامل معها أغلب الجهات الحكومية هذه الحمد لله وضعت لها الخطة المناسبة لها بالتعاون أيضا إذا كذلك مع الجهات الحكومية وخطتهم التي وضعوها للتصدي لمثل هذه الأزمة الآن الحمد لله الإدارة عامل الأطفاء قاعدة تعمل طبعا حسب الخطة الموجودة عندنا وانطمئن إخواننا المشاهدين نقول لهم الإدارة عامل الأطفاء لله الحمد هي تعمل بكامل طاقتها البشرية ويعني أيضا الآليات والمعدات لله الحمد أيضا قاعدة تساعد رجال الأطفاء بالتعامل مع مختلف الحوادث بس كل اللي نرجو منهم الوقاية الذاتية الآن هذه فرصة بما أننا الآن الأسرة جالسة في المنزل أثناء فترة الحظر الجزئي نتمنى هنا أيضا أن يتم تبادل الأحاديث الخاصة بالوقاية تبادل أيضا الأحاديث الخاصة باليوم الوقاية من الحرائق وتركيب أيضا جهاز كاشف الدخام في المنزل هذا جدا مهم هذا الجهاز يعني اليوم يعطينا صوت انذار وينبه الأسرة في بداية اندلاء الحريق أو وقوع الخطر خصوصا فترة النوم الآن يمكن الأطفال قاعدين في عطلة طويلة بما أنه الآن تم تأطيل أدراسة طبعا للوقاية من فايروس كورونا أو وباء كورونا فأيضا هنا نتمنى إعطاهم الأمور المفيدة التي تفيدهم في حياتهم العملية وكذلك نحاول أن نبين لهم شنو خطورة استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل في ضغط على النقاط الكهربائية مما يؤدي إلى اندلاء الحرارات بالحديث أيضا عن الإجراءات الاحترازية الوقائية فما يحدث في منطقة الشويخ الصناعية قد يكون بعيد كل البعد عن الالتزام بمثل هذه الإجراءات فمنذ إعلان مجلس الوزراء عن فرض حضر التجول الجزئي وشوارع تلك المنطقة الصناعية تغص بالسيارات والمرة دون أدنى مسئولية من إمكان تناقل هذا الوباء لكل تلك المجامع ودون النظر لتحذيرات المسئولين المتكررة والصارخة في هذا الأمر كاميرا فريق الأخبار بتلفزيون دولة الكويت كانت هناك للاستفسار من الرواد رواد شويخ الصناعية حول جدوى وجودهم الطارق ومدى تقبل بعض الآخر لتلك الاختلاطات الخطيرة نتابع مع الناس اللي قاعدة أشوفها بالشارع ضروري الحضر الكلي لأن الناس مراضية تسمع ولا راضية تقعد بيتها ازدحام قوي بس شو نسوي ندخل خمسة بس ومستنى لما يطلعون ندخل الناس الثانية الزحمة كلها غلط هاي الخير البلد كثير الحمد لله وامور البلد بخير وأكثر الأكل الناس تشتريه انقط ما يعني ما في يعني ما بعرف لاش هالزحمة هاي بس هلع وقع الفاضي بس عودة إلى ضيفنا في الستيديو النقيب رضا السلمان مسؤول التواصل الاجتماعي في الإدارة العامة للأطفاء بعد مشاهدتنا لهذا التقرير خبرنا كيف وجدت المشهد منذ قليل في شوخ صناعية والله للأسف يعني اللي قاعد يصير من بعض الأخوة المواطنين المغيمين ذهابهم والتجمع بهذا الشكل بالتأكيد يعني في خطورة على حياتهم اليوم السلطات الصحية لموضعة مثل هذه التعليمات اليوم تم تأطيل العمال في جميع المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة المطاعم أيضا تم إغلاق المنتزهات ما هو الهدف الهدف هو وقاية الناس وعدم تأرضهم لهذا الفيروس اللي فعلا هو الآن انتشر بسرعة كبيرة في مختلف دول العالم يوميا نحن قاعدين نشوف ونشاهد المؤتمرات التي تقيمها وزارة صحة العامة ويتبين بأن هناك حالات مصابة بهذا الفيروس في بعضها طبعا مخالط بعضها أيضا أتى من الخارج بعضها يعني انتقلت الفيروس من خلال طبعا اليوم يعني شخص ما يعرفون واشخاص لا يعرفونهم فاليوم هذا الشكل نقول يعني الحمد لله أنا اليوم أتكلم من خلال طبعا متابعتنا للمستودعات الخاصة بالأقضية وأيضا زيارتنا لهم وتجهيزها لله الحمد دولة الكويت حريصة على توفير المستلزمات الغذائية وكل ما يحتاجه المواطن والمقيم وهذا يمكن أيضا شافوا التصريحات من قبل معاني وزير التجارة شافوا التصريحات من قبل اتحاد الجمعيات الكويتية والتعاونية شافوا أيضا الأسواق لله الحمد مليئة بكل ما يحتاج المواطن والمقيمين يوميا ترى أيضا قاعدة توصلنا البضائع من الخارج لم يتوقف العمل فيها فنقوله مطمئنة لا ما نداعي الهول والفزع والخرعة وإنكم تروحون إلى الأسواق بهذا الشكل والتكديس يعني الحرام أيضا الأكل هذا لا صلاحية معينة وسينتهي وإحنا شفنا للأسف يوم أمس أيضا بخلال وسائل الإعلام بعض الكياس الخاصة بالخبز والتوست مرمية أو مرمية في سلة المرملات وهذا الشيء طبعا يعني نقول حرام دائما اخذ حاجاتكم لا تخافون احنا اليوم كجهة أيضا قاعدة تذهب وتشاهد الإشراط التوغائية في المستودعات والله الحمد للتكويت أيضا ونفرط مستودعات إضافية اطمئن المخزون لله الحمد يغطي سنة كاملة ويعني الحمد لله الأمور كلها طيبة ما لدى على الخوف والهلع الهلع طبعا نزين عن متابعتكم لإجراءات الأمن والسلامة في هذه المخازن أو المستودعات خبرنا أكثر عن نعم أنت عارف أختي مريم يعني الإدارة العاملة فتضع دائما إشراطات وقائية لحماية المنشآت من ضمن هذه المنشآت مستودعات الغذاء لا بد أنها تحتوي على إشراطات وقائية لأنها سيكون فيها تخزين والتخزين هذا لا بد أن يكون بصورة منظمة وغير عشوائية حتى لو لا سمح الله صار عندنا حريق في هذا المستودع ما يكون الحريق لا تأثير على سلامة الأغراض المخزنة فالحمد لله نطمئن الجميع والله الحمد يعني جميع المخازن وهناك تعاون بيننا وبين جميع جهة الدولة لتأمين اليوم المستودعات الخاصة بالأغضية وجميع المنشآت العقومية والخاصة نعم هل هناك بلاغات خلال فترة الحضر الجزئي وكيف تتعامل الإدارة مع هذه البلاغات نعم بالتأكيد قاعدة توصلنا بلاغات وخصوصا بلاغات حرائق في هذه الفترة والحمد لله لإدارة عامل لطفاء قاعدة تتعامل مع جميع البلاغات وفقا طبعا لخطة الاستجابة السريعة لهذه البلاغات الحمد لله البلاغات اللي قاعدة أتينا الآن خلال هذه الفترة مثل ما قلت لنا قلت يعني عن السابق بما أن الآن أغلب الناس قاعدين في المنزل مثل العيسي بالمثال اليوم بلاغات الطرق أو حوادث الطرق هذه قلت بشكل كبير عندنا بلاغات خاصة بعمليات الانقاذ الخارجية اللي كانت أيضا بالطرق أو في البحر مثلا أيضا قلت بشكل كبير بس ما عدا يوم أمس أتانا بلاغ والبلاغ هذا أساسا ما أتانا عن طريق حاتف طوار 12 يوم أمس أنت عارف الآن عندنا رجال الأطفاء في المراكز يقومون بدوريات حوالي المنطقة اكتشفوا أمس أحد الأخوة المقيمين أنه كان قاعد يمارس رياضة السباحة في البحر في الأجواء الجوية الغير مستقرة على الفور طبعا قاموا بالحديث معاه وقاموا بإخراجه من البحر لأنه في مثل هذه الظروف الجوية فيها غطورة على الحياة هنا أيضا نتمنى من الأخوة المواطنين المقيمين في حالة عدم استغرار الحالة الجوية عدم الذهاب إلى البحر وأيضا المغامرة لأنه هنا ممكن أن لا سمح الله يتعرض إلى حادث ومن ثم يحتاج تدخل فرق الأطفاء نعم نقيب رضا السلمان كلمة أخيرة حابة توجهها للسادة المشاهدين بداية أول شيء أشكركم أمانة على الدور الكبير اللي قاعدين يقومون فيه كتلفزيون دولة الكويت وجميع العاملين فيه وبالإذاعة وأيضا في إدارة التواصل الاجتماع الخاصة بوزارة الإعلام وكلمتي الموجهة إلى أخواننا المشاهدين نقول لهم يا جماعة أطمأنه لله الحمد يعني الإدارة العامة للإطفاء وجميع الجهات الحكومية قاعدة تعمل من أجل سلامتكم ومن أجل تقديم كل ما تحتاجونه الأمور كلها بخير لا حاجة زاحم على الأسواق المركزية الحمد لله الآن أصبح هناك تنظيم وأيضا بهذه المناسبة كذلك نشكر المتطوعين اللي قاعدين يعملون صفا إلى صف جميع الجهات الحكومية لمواجهة هذه الأزمة وهذه الجائحة اللي إن شاء الله نسأل الله أن تزول عن جميع إن شاء الله بلدان العالم نعم نقي برضى السلمان مسؤول شبكات التواصل الاجتماعي في الإدارة العامة للإطفاء شكرا جزيلا لك وأيضا الشكر الموصول لجميع العاملين في الإدارة العامة للإطفاء على جهودهم اللامحدودة اللي يقومون فيها خلال هذه الفترة وأيضا خلال الفترة إن شاء الله القادمة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك